السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويوم جميل بإذن الله على كل الأهلوية ملعب الأهلي ويوم يتجدد أو حلقة تتجدد بشكل مستمر إن شاء الرحمن النهاردة هيكون في حلقتنا جزء خاص طبعا بالأميرة الأفريقية دوري أبطال إفريقيا والأهلي والترجي بعد أقل من 48 ساعة وجزء خاص بالدوري المصري أكيد وهيكون معنا كمان كابتننا كابتن إبراهيم عبدالصمد وكابتن شريف عبدالمنعم وكابتن محمد حشيش هنتكلم في الأمور التفصيلية الفنية التحليلية الخاصة باللقاء وأغلى بطولة في أفريقيا وأهم بطولة في أفريقيا وأقوى فرقتين على الساحة القروية من العشر سنين اللي فاتوا الأهلي والترجي وأكيد هنتكلم كمان وهنستعرض مبارات النهاردة اللي أقيمة في الدوري المتاسفة الأسبوع الثلاثة عشر اللي كانت تجمع ما بين الإسماعيلي ووادي دجلا وأول خسارة لنادي الإسماعيلي في الخمس مبارات اللي فاتوا تحت قيادة فنية جديدة لكن يبدو أنوادي دجلا جاي في الطريق مع القيادة فنية يونانية على أعلى أعلى مستوى رغم المعدل العمري الصغير جدا جدا خلينا نتكلم النهاردة في حلقتنا في ملعب الأهلي جزء هيكون خاص بالتفصيل على كيفية لعب معين الشعباني وطريقة لعبه قدام النادي الأهلي والنادي الأهلي يواجه إزاي الأمور كلها الخاصة باللقاء لكن في البداية عايزين نستحضر مش عايزة أقول روح التمانينات والتسعينات والألفية التالتة لكن عايزة أستحضر شخصيات ناس لعبت وبدأت البطولة الأغلى بطولة 82 مثلا البطولة اللي فاز فيها النادي الأهلي كأول بطولة إفريقية لا يعرضها لي بالكامل كده يعني عايزة أشوفها بالكامل استحضروا روح وشخصيات لعبت 82 محمود الخطيب ومصطفى يونس ومختار مختار ومحمد عامر وكل وإكرامي وكل مع الحفز بالألقاب لكل الناس اللي أنا ذكرتها لكن كل المجموعة دي وماهر همام وكل المجموعة اللي لعبت في 82 كل دول استحضروا شخصياتهم وطريقتهم وروحهم في لقاء كوتوكو هناك لقاء العودة استحضروا شخصيات وروح وأداء وإصرار وعزيمة 87 أيمن شوقي ويسام عرابي وثابت البطل ومحمود الخطيب استحضروا في 2001 يعني عصام الحضري وسيد عبد الحفيز وهدي خشبة ووليد صلاح وإبراهيم سعيد كان له دور كبير جدا تختلف تتفق لكن كان له دور كبير جدا يمكن الناس في بطولة 2001 رايح عليها بشكل كبير جدا جدا في مبارات الأهلي والتراجي لكن اللي كان لخالد بيبو دور كبير أو في البطولة داية وكان لعصام الحضري دور كبير جدا في البطولة داية وكان لإبراهيم سعيد دور كبير جدا في مطش شباب بولوزداد هناك لما جاب جول كان مهم جدا أن الأهلي يصعد به واحد سفر استحضروا الشخصيات داية استحضروا روح اللعيبة في بطولة 82 و87 و2001 استحضروا بطولة 2005 أبو تريكا وبرقاته والجمعة وشادي محمد وعصام الحضري وعمد متعب وفلافيو وجلبرتو وحسن مصطفى وحسام عشور استحضروا الشخصيات والروح اللي قدوا بيها اللعيبة استحضروا 2006 واستفاكس التونسي وابو تريكا وفلافيو وعمد متعب وعصام الحضري وكل المجموعة اللي كانت مجموعة موجودة والجمعة بالتأكيد صخر الدفاع مصر وصخر الدفاع النادي الأهلي استحضروا روح 2008 اللي كانت في القطن الكاميروني من جرى وهناك من موطن رئيس الاتحاد الأفريقي بلد الرئيس الاتحاد الأفريقي والأهلي بينتزع الكاز وبيجي هنا تحت تحكيم كان بقيادة جمال حيمودي في الوقت ده استحضروا 2012 والأزمات والبطولات والعقبات اللي وجهة النادي الأهلي ووقف للنشاط والغاء بطولة الدوري استحضروا الروح دي الأزمات استحضروا الروح شريف إكرامي والجمعة وشريف عبد الفضيل وسيد معوض ووليد سليمان وعبدالله السعيد وحسام عشور وحسام غالي في بطولة 2012 وجده وسيد حمدي استحضروا في 2013 الأزمات والعقبات استحضروا أحمد عبد الزاهر ومحمد أبو تريكا ووليد سليمان والجمعة وشريف عبد الفضيل وأحمد فتحي في 2012 و2013 روح أحمد فتحي شريف إكرامي اللي كان موجود في 2012 و2013 في النهائي ده والنهائي ده كل دي شخصيات تستحضروا منها روحهم وإصرارهم وعزمتهم وطريقتهم في التعاوم في اللقاءات سواء كان خارجيا أو داخليا بطولة 1982 كانت في القاهرة و87 كانت في القاهرة و2001 كانت في القاهرة و2005 كانت في القاهرة لكن 2006 كانت برة و2008 كانت برة و2018 برضو هتبقى برة مع 2012 ويتكرر المشهد الأخير مع الترجل التونسي استحضروا الأرواح دي عشان كده عشان كده في 2018 هي هي 2012 استحضروا الروح دي استحضروا شخصيات اللعيبة اللي كانت في 2012 وفي 82 وفي 87 وفي 2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2018 شخصيات اللعيبة دي الأساطير والنجوم والرموز اللي كانت موجودة كلها في البطولات دي لازم تستحضروا شخصياتهم وطريق أداهم ومجهودهم وتعبهم وإصرارهم وعرقهم اللي كان موجود في الملعب لازم تلعبوا بالروح دي ويبقى التوفيق بتاع المولى عز وجل يعني مكتوبنا خلاص يعني كان بيها و1000 مبروك مش مكتوبنا يبقى عملنا اللي علينا والباقي بتاع المولى عز وجل هو ده اللي احنا عايزينه هو ده 100 مليون مصري بيدعلكم 100 مليون مصري وراكم في الأجواء دي وفي المناخ ده وفي الظروف دي بتلعب ضد الترجي بتلعب ضد الاتحاد الأفريقي بتلعب ضد أي حاجة مالكش دعوة بأي حاجة خالص خليك في تركيزك خليك في التسعين دقيقة من أول سنية للديقة تسعين لحد صفارة باملك ديسمبا اللي هو الحكم الأسيوبي أيا كانت قراراته أيا كانت أفعاله خليك أنت داخل الملعب وربنا سبحانه وتعالى بإذن الله يكتب لنا النجاح ونرجع بإذن الله هي ده الروح اللي لازم نلعب بيها هو ده الإصرار اللي لازم نكون ندخل باللقاء لازم نكون محضرين كويس جدا جدا لازم من الثانية الأولى للثانية الأخيرة نبدأ 11 وننتهي 11 ما ينفعش أبدا أي تصرف يعني مالوش أي 30 لازمة ياخد من تفكيرنا وياخد من قرارات الحكم وياخد من عددنا ما ينفعش أبدا لا داخل الملعب ولا خارج الملعب برا الملعب مهما كانت الأجواء أنا متأكد وواصل في الشعب التونسي وواصل في الجمهور التونسية وواصل في الأمن التونسي أنه يكون على أكمل صورة وأحسن صورة وواصل من كده داخل الملعب يعني خليك زي الأسد شرس جدا 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 لكن بأدب وبأخلاق وحتى لو فيها أي حاجة عاملها بالمثل الأعلى والمثالية العظمى لكن شرس جدا 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 وشك وشك فيها حماس بشكل كبير لكن جواك هادي جدا جواك هادي جدا شراسة وردود أفعال وإيجابية وقوة وندية لكن جواك هادي جدا 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 هو ده اللي كنت عايز بأبدأ به حلقة النهاردة في 2012 جزء مهم جدا جزء مهم جدا